البصل نتكلم دلوقتي على البصل البصل يعتبر من أفضل أنواع الخضرة على الإطلاق اللي بتحتوي على مضادات حيوية طبيعية بمعنى إن لو كل واحد فينا يقدر يتناول في اليوم بصلايا صغيرة جدا متوسطة الحجم ووزناها حوالي من 30 إلى 40 جرام بس يقدر يوازب عليها يوميا إن جسمه ما يخشلوش أي أمراض تعتبر وقائي للأمراض البصل يعني كلمة مضاد الحيوى المضاد الحيوى ده يعني إيه؟ الإنسان بيبدأ يجي له مرض مثلا لما بتتعب وبتروح للدكتوري يكتب لك مضاد الحيوى مضاد الحيوى ده يعني بيقضي على البكتيريا أو الفيروس المسبب للمرض الأبحاث الحديثة كلها أثبتت إن البصل بيقضي على كل أنواع البكتيريا والفيروسات المستحدثة اللي بتخش الجسم عن طريق الغذاء أو عن طريق الاستنشاق لما بيبدأ تأكل البصل ده وتتناول البصل يوميا بيقدر يحد منها ويقدر يقضي عليها تماما طب هيواجهنا مشكلة إيجي مثلا لقولك أنا لو كانت البصل طب ريحة بققه هتبقى مش كويسة مثلا طب أعمل إيه؟ في المنطقة البساطة لو قدر يتناول عود أو عودين من البقدونس يقدر يمضغهم كويس جدا في بققه هيقضوا تماما على ريحة البصل طيب فيه طريقة تانية ممكن مثلا ناكل بها البصل وما تسبب ليش اي مشكلة مثلا في طبق الفول الصبح وانا بحط السلطة اقدر احط مثلا البصلة الصغيرة دي اقدر اخرطها وحطها على الفول يبقى اقدرت ااكل البصل بطريقة غير مباشرة طيب حاجة تانية ست البيت وهي بتعمل الأكل لو نقطر بس شوية في البصل بتاعنا في التقلية فما نحاولش ان احنا نوصل بين مرحلة التسوية الجامدة قوي يعني زي ما بيقولوا كده يشم النار يعني مثلا ناخده تقليبتين في الزيت زي ست البيت الزكية قوي اللي هي بتعمل حاجة اسمها الأكل نايف نايف ده بيبقى الخضار مع البصل مع الطماطم مع البهارات مع الكلام ده كله مع معلقة زيت وبتحطه على النار هو يستهو منه ببعض ده كده اثبت الاكل ده يعتبر اللي هو الاكل الصحي او الاكل المفيد ليه بقى؟ لان احنا ما حصلش عندنا عملية التسوية الجامدة جدا والنفقد بقى في الفيتامينات والاملاح المعدنية والانتوكسدنت اللي موجودة في البصل وموضات الحيوات الطبيعية لا ده الجسم كده بيبدأ يستفيد بها كلها وبيقدر يستفيد بكل حاجة موجودة فيه طبعا البصل مع الخضرات ده اعتبر منجم كل خضار بيتميز بحاجة او ناقص في حاجة بتزيد في حاجة فبالتالي احنا بنعمل عملية ميكس جامد جدا من الخضرات بيديني ميكس من الفيتامينات والاملاح المعدنية علاقه على الانتوكسدنت علاقه على مضادات الحيوات الطبيعية يبقى انا بالتالي بقي تماما جسمي من كل الامراض اللي بتصيبه على مدار اليوم يعني ننصح كده على مدار اليوم ان احنا ناكل طبق صلطة مشكل زي ما بيقولوا بيحتوي على الخضار الطماطم الخيار الخضرات الورقية البقدونس الجزر البصل لو فصلتهم كمان معا مع علاقة زيت مع شوية توابل يبقى انا كده تقريبا بقى اخد لنفسي طائب يعني مضادات حيوية طاقيني من امراض اليوم كله ولو ادرت كمان اكمل يومي بان انا اتناول خمس امراض يوميا يبقى انا مش محتاج اروح لطبيب نهي